اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا معانا النهاردة ضفنا وضفكم الشيخ عثام المعالج الروحاني وخبير الاعشاب اهلا بحضرتك يا دكتور نورنا النهاردة تحب النهاردة هتتكلم عن ايه والله انا تحت امرك انا جاي ضيفك النهاردة وانت اعزائنا تحت امرك علاج بالقرآن علاج بالاعشاب كل ما يخص المواطن انا تحت امرك معنا نبدأ النهاردة بالروحانيات تحت امرك فيه بنات كتير الفترة دي وزاتة الاسئلة عن الحاجة دي بالذات اللي هو العدم الزواج اللي هو التعطيل في الزواج فيه بنات بتتدلع على اهلها لقدر رفضها فاهلها بيشكوا في الموضوع وفيه بنات تانية بيبقى فيه فعلا سبب اللي هو مثلا استحر يعني تجد اصدق تفرقي بازاي نعرف ان دي بتمثل او ان دي رفضة لسبب الماء او ان دي مسحورة طيب هقول لحضرتك حضرتك انسى وجميل او زي الفل لما يجي العريس مثلا لحد البيت يتكلم من الناس انا عايز استاذ دينا مثلا وبعدين يمشي ومرجعش او ان يبقى فيه قصة حب وزميني في الجامعة او زميني في الشغل او في اي مكان وانما مش قادر ياخد الخطوة ان هو يجي يتقدمني الكلام ده مش بس بيكون متكرر يعني انا ما اقولش ان ده قاعدة الا لما دي متكرر كرر من كذا حد يبقى هنا لازم فيه عامل خارجي حصل بحد عملها سحر بتعطيل الجواز وده اشهر حاجة مع مؤمة يعني بتوردني او بتجيلي في الايام دي من فترة كبيرة بوضوع تعطيل الجواز ده جارة من غزة من جارتها او ام يعيني بحسن النية بتتكلم جارتها بتقول لها ده انا بنت زي الامر وهيجي لها عريس قبل بنتك فالتاني هتضغص فتقول لها حتى ابوكي لا انا احصرك على منتك مثلا واقعدة جنبك الكلام ده بيحصل وبشوفه بعناية يعني وكتير من المواقف بعالجي والجنب ينطق فمين العمل السحر فلانا عملته ليه عشان ما منتها قلت كذا 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 بيحصل كتير جدا او ان في واحدة صاحبتها بتحب نفس الشخص اللي هي بتحبه او ان هي بتحقد عليها ومش عزالها الخير فتعملها سحر تعطيل الجواز لقي انسانة اهلها محترمة اه هي محترمة شخصية قويسة شخصية سوية ومع ذلك محتش بتقدم لها في المقابل بتلاقي بنات اقل منها في الجمال او في العيلة او في العلم وسوقها ماشي يعني بقولك مثلا دي بايرة او التانية دي سوقها ماشي اللي هي الوحشة دي سوقها ماشي انا مبرميش كل حاجة على السحر عشان ما قلش انها بتعمل كده عشان شغلي لا فرضنا اني انا جميلة جدا بس متسلطة دي ثاني وحشة او سمعيتي وحشة محتش يجيدي بالطبيعي لكن لما يكون مؤدبة وبينتقصول وانطبق فيها قول الله تعالى وقول الرسول الكريم تنقح المرأة الثلاثة لجمالها والنسابها والدينها فاسفر زاد دين تربط يدك لما يكون فيها الصفات دي محتش بتقدم لها او اتخاطبت لواحد واثنين وثلاثة واربعة وكل ما تخطب تتفشكل يبقى هنا فيه سحر حاجة اسمه ده سحر العضير الجواز عكس اللي بتتجوز بترفض عشان خطر هي عايزة ستايل معين عايزة مثلا زابط عايزة دكتور عايزة واحد غاني عايزة دي بتبقى حاجة مختلفة هي اللي بترفض وبترفض لأسباب انما اللي هي بتبقى موافقة ومرحبة وما بيتملهاش الحاجة دي طبعا ده بيقترن بأعراض بتظهر على الإنسانة اللي عليها السحر ده اولها سقوط الشعر معظم البنات اللي عندها سحر تعطير الجواز تلاقي وشها بيتبل الشعرها بيقع تلاقي بشرتها فيها مش صفية يعني البشرة كده فيها شحوب تلاقي بيطلع لها هنا كده في إيديها أو في رجليها على مات زرقة لكن حد أقرصها دي أهم الأعراض اللي بتميز البنت المسحورة يعني أنا ده مجرد ما لاقي الأعراض دي أعرف على طول إن فيه سحر معمول فيه حاجتين فيه حاجة اسمها جان عاشق وفيه حاجة اسمها سحر الجان العاشق ده ممكن دي يجري بالنفسه يعني زي ما أي راجل شاف ستة حلوة فعجبته فالجان ده مخلوق زينا فشافك فعجبتيه فحصل فيه قرب أو عشق ليك فإسمه استحوذ بيكي لنفسه فمستخسرك في أي حد أنت بتاعتي ما حدش حاجة غيري ده اسمه جان عاشق ما حدش سلطه ولا حاجة هو أعجب بيكي نتيجة مثلا بتقفه قدام المرأة كتير ما تيجي تحضيرك عمالة اسمها مزيكة ليل ونهار وبعدين بتقفت وعجب بنفسك ده أنا فيه زي ده أنا جميلة ده أنا حلوة ده أنا كذا فالجان بتقربيه لو أنت المسافة تقوله أنت اللي بتقوله تعالى لي مش محصلة نفسك بتقفه قدام المرأة كتير أو بتقعده في الحمام كتير أنا مش بقولي أنه كل اللي بنات بتعمل كده كلهم بتلبسه لكن في بعض الأجسام هي بتبقى نقمة طرية للجان ده دي هي طلب الجان أو هي بتفتح لي الباب فأنا بنفرق بين الجان العاشق ده بيجي لوحده الجان أعجب واحدة حاجة أخذها أو أني فيه سحر حد نتيجة مكيدة زعل معرفش إيه حد عمل لك سحر في فرق بين السحر وبين الجان العاشق الجان العاشق بيبقى أصعب شوية في التعامل معالي أني دي بتاعتي أنا بصرفه فبيحاول يرجع تاني فلازم يأخذ شغله قوي وتحصين عكس السحر لأن السحر مجرد من أبطالة السحر وعملتها تحصين خلاص ما هو ده كان واحد مكلفني أنا أروح مثلا أضرابك وأنا قدرت عليه فأخاف مني فمشي الجان العاشق دايما بنصح اللي بيتعالجه من الجان العاشق بعد العلاج وبعد التحصين أن يلتزموا بيه اللي أنا بقوله يعني أنا بقولك مثلا يعملي مسك كذا صلي كذا استغفري كذا اللي أنا بقوله التزم بيه لأن ده اللي بيحصنك مايرجع لكيش تاني الجان العاشق لما قاعد على الجسم ثلاث ايام وانت تالين ماقدرش يخش الجسم ما بيرجعش تاني الحمد لله رب العجل فأنا لما بعالج بحصن الجسم بقولك لو سمحت إيديك هتديني بها مسك وتمسح بها صوابعك كده دوافر من هنا فتحة الأنف فتحة الفم العينين المخارج والمداخل بتاعت الجسم الصبح وبعدين تقرأ تكون على وضوء وتقرأ قاية الكرسي تلات مرات وبالليل نفس الحكاية وتقرأ قاية الكرسي تلات مرات والمعوزاتين والتحصينات الطبعية بتاعتنا ده لو قاعد تلات ايام ما جركيش عمر مايرجع لك تاني فإذا لما بعالج حد من الجان العاشق بالذات بنصحه اعمل كذا 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 فيتبع التعليمات دي فبإذن ربنا عمر ما يجيله حاجة في عندك سؤال تاني طبع حضرتك إزاي البنت تحصن نفسها في العموم في العموم اللي هو مثلا من قبل موحدة تعمل لها عمل أو أنا مثلا فكت السحر ده وعايزة أحصن نفسي نوم رجع ليش تاني ربنا سبحانه وتعالى بقول إيه ألا بذكر الله هتطمئن القلوب اطمئن القلوب ده اطمئن من كل شيء دايما يكون لساني على ذكر الله دايما أحصن نفسي يعني الصبح لما قوم من نومي أرى أية الكرسي والمعوزتين على كفي وأمسح بهم بسمي بسم الله على بدني بسم الله على فراشي بسم الله على مالي لو في أولاد بسم الله أولادي هقرأهم بكفي وأمسح بيها ده تحصين ده وبسيط جدا أنه لم يتكذل بيش حاجة خمس دقائي بالضبط أية الكرسي المعوزتين على كفي أيديك وأمسح بيها جسمي أو أقرأ شوية مية الأيات دي وأبخها على فراشي لو أنا هنام بعض الناس بتحس بأعراض غريبة وهي نيمة فأنا عشان محصليش الأعراض دي بأضطر إن أنا أعمل التحصين ده على مية وأبخ على الفراش بتاعي مش أغرقه مية عشان لا أبخ بس كده على المكان بتاعها وببخاخها وأرشت ده تحصين بسيط جدا جدا وصدق الله العظيم ألا بزيك ده تتمنين كله ما فيش أحسن كده طيب الجنة كده سؤال دلوقتي على صفحة البرنامج يعني إيه الجن العايشة ويعني إيه هو الجن بيعشق فعلا الإنس والهل الإنس بيعشق فعلا الجن لا الإنس ما بيعشقش الجن لأن الإنس مش شايف الجن إنما هو وقبيلته بيشوفونا نراهم من حيث أننا نراهم ده بالقرآن يعني فالجان العاشق جان زي أنا بحب حضرتك أنا بنا قدم شفتك جميلة حلوة عجبتيني فحبيتك كذلك الجان بالضبط هقول لكم نقطة طريفة جدا في اللي حصل ده مرة كنت معالج حالة وحالة تاني وقت دي أنا بتحك عليها لحد من ربما كل اللي أبوني كلام ده من عشرين سنة وكل اللي أبوني اتحك عليها فاستغفر الله العظيم وحدة وحشة جدا وحشة وحشة بكل المقيس وشعرها أقرت وحالتها بالبنى فأنا بقرأ على المريضة تانية اللي وقعت فخلصت المريضة معي روحت أعالج دي فجان عامل أقرأ عليه أنت أنت مين يعمل لي كده على لسان فبقوله أنت أخرص عامل لي أقولت أنت مش أخرص أنت أعمى وأطرش وإبن دي جتة تلبسها الناس اللي تتعالج والناس اللي قاعدة وكلها ماتوا عن روحهم من ضحك فعلا منظرها بشع جدا وأنا طلعت مني عفوية فكان مشهد جميل جدا من عشرين سنة كلهم يشوفوني يفتكروا المشهد وقولوا أنت جان أخرص وعما فأنا آسف طبعا في التشبيه لا نعيب المخلوق ولا نعيب الخالق حاشة لله بس هو موقف كان حصل طريف يعني فالجان العاشق شاف واحدة حلوة وهي فتحه للطريق إن أنا بس مع أغاني كتير مش محجبة أو بلاش مش محجبة مش بدي ربنا حقه صحوه وتعالى وبقف قدام المريك كتير وماشي محصلة نفسي فأنا الباب مفتوح وارضة زي بنت لابسة متبرج مثلا وحد في الشارع شافه بيطر يعكسها فهو كذلك الجان بيعمل كتير طب هو يتحصل نفسها زي برضو من الجن العاشق معنا قلت لحضرتك إن أنا ما قفش قدام مريك كتير إن أنا ما عودش في الحمام كتير إن أنا أعمل الأسكار الصباح والمساء وما بتاخدش مني ديئتين الصباح والديئتين بالليل طيّة لي الأسباب طب حضرتك دلوقتي إحنا مثلا بنسمع عن العكم العكم ده فيه ناس بتروح للدكاترة بيقول له مثلا إنت لا فيك حاجة ولا هي فيها حاجة طيب إيه الأسباب هل ممكن برضو السحر بيدخل طبعا العكم أو تعطير الإنجاب فيه فرق بالعكم العكم ده بقى أنا مريضة عندي العكم إنما تعطير الإنجاب أنا بروح عامل تحليل لتسائل منوي ألاقي نفسي كويس جدا ما عنديش أي عيوب الزوجة بتعمل صنار والمبيض ما فيش التساقات ما فيش إنساء الفقنبيب فيه تبويض كويس في كل حاجة كل حاجة ماشية طبيعية أمر ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما بحصلش إنجاب طبعا إرادة ربنا فوق كل شيء ياهو المنشأة ناس وما نشأة زكور وما نشأة عقيم إرادة ربنا سبق كل حاجة أنا سليم وإنت سليم ما يبقى إن شاء الله نخليك طيب أنا سليم وإنت سليم وفيش خلفة بنروح للطبيب نكشف كشفنا وقال لي أنت ما عندكوش حاجة فيه انتظار فرغ ربنا طيب فيه أربع أنواع من العكم فيه المشاهرة ده حاجات اللي عرفها للجماعة القبار ست وستك والناس اللي في الفلاحين خصوصا أهلينا هم اللي عندهم الحاجات دي شائعة أوي المشاهرة والمكابسة والسحر المقصود مش تحمل تاني وده معتقد متورس من قديم الأزل لو واحد داخل بيكيلو لحمة على واحدة لازم تلبس خرزة زرقة ولازم كلام ده صح فعلا بس أنا عندي باعتقاد ما رصخ في الأزهان نتيجة تجارب وقعية يعني ما فيه مثلا اللي احنا بقول مثلا الحاجة دي حصل ليه إحنا معتقدني عشان حصلت مرة واثنين وثلاثة فمتورسة من قديم الأزل بس أنا بصراحة لما بيجي لي جان وينطقوا بيتكلم ما قال ليش أنا عشان حال قدأني أو ما عرفت لهاش سبب أما اللي عرف له سبب السحر سحر تعطيل الأرحام أو سحر عدم الإنجاب أنا كان ليا موقف برضو ظريف جدا من فترة واحد زميلي كان معي في العمل أنا كنت بشتغل مدير مؤسسة في السعودية مش هنا قبله مشتغل في الإعلام وفي الطب العشاب مؤسسة خاصة بالأدبات الطبية فدقيت صاحبي ده بيسألني بيقول له حضرتك ليك في العلاج الروحاني قلت له لا ليه السعودية فيها مشكلة شوية في العلاج الروحاني فما قلتش حبيب حد يعرف أن أنا بعالج يعني فدق ليه حضرتك قال لي والله أنا حلمت الرؤية أنه اللي حلك عندي عصام فقلت له معصام مين مرضوش جات للرؤية دي تاني مرة حلك فين عندي عصام فبالله عليك لو أنت تعرف أنا كانت زوجتي دكتورة ففكرت أنه عايز روحي فقلت له خد الجواب ده وروح للمدام متاعتي فنساش فكذا كذا قال له لا ده هم قالوا لي عندك أنت أنا بقول لهم عصام مين فراحوا جاي لحد حدك مسكينك من إيديك وقل له ده الشيخ عصام هو علاجك عنده فبالله عليك لو ليه علاج قل ففضل ربنا سبحانه وتعالى كان عنده سحر وربنا قدرنا وشفي تماما منه كان الحيوان المانيه بتاعه ما بيلطقش بالبعيد ممنوع زي طرفين سلك القهرباء كده ففضل ربنا ربنا من علي وشفي وبسبب الموضوع ده خدت شهرة جدا هم من الأقصر فقالقيت ناس من الأقصر أنا طبع عبدالله اللي كان عكفي الحتة الفنية أنا طبع عبدالله 100,0001 يتقص علينا طبع عبدالله بفضل حالة زي كده ففي كتير أو فيه سحر لتعطيل الإنجاب طبعا بيعمل حاجات كتيرة يما أصلا يمنع العلاقة من الزوج والزوجة أو أني ما يوصلش الحوال المانوي للبويضة أو يحصل انسداد في الرحم نفسه أو يحصل انسداد في الأنبياء يعمل سبب وهمي يعني أنا السبب ده مجي أدور عطبين ملاقهوش أكشف بالصنار بالإشعة بالسبغة ملاقيش فده اسمه سحر تعطيل الإنجاب وده حل عندي إن شاء الله رب العالمين في حالين يشرفوني في مكتبي أو في عسل أنا عامله للإنجاب العسل ده أنا قرئ عليه آيات فك السحر أيا كان نوع أيا كان نوع للإنجاب العسل ده أنا بعمله عندي وممكن أولوك على الوصفة كمان بعد الحلقة اللي عايز التسع علي على 0331771 أو قرر تاني اللي عايز أي سؤال 0331771 وأنا تحتمركم في أي استشارة ومجانا اللي واجه لا تعالى بيوصل لأي مكان العسل ده آي فأنا بيديني عنوانه وتليفونه بيوصل لأي مكان هو فيه ده عسل للأعشاب عليه جنزبيل عليه عنبر عليه حبة البرقة عليه غزاء ملكات نحل عليه جينسنج عليه حبوب اللقاح عليه طلح نخل كل ما يخصه كمان مش بس إنه هو عسل مقري عليه أو بالأعشاب ده باور باور وطاقة للجسم فبس مش بس بيفيد أقصد في الإنجاب لا في جماعة بتوع الفيتنس والبادي بيلدنج اللي عبوا كامل أكسام وكلام ده بدا ما ياخدوا البرميل ده اللي بيسفوه معلقتين عسل تدين مفعول السحر منه طب إحنا عندنا دروقتي إحنا تكلمنا عن تعطيل الزواج وتكلمنا على عدم الإنجاب تمام في حاجات تانية من الأسحار الناس بتعملها زي مثلا الرزق الرزق ده إحنا عارفينه إن هو مثلا حاجة بتاعت ربنا تمام فيه ناس بتدخل فعلا إنها بتعمل بوقف الحال في الرزق طبعا بس بتعمل إيه أقصى شيء على الإنسان يعمله تنفيذ رضة الله يعني آه إحنا سابقا قلت إيه إحنا رزق بتعربنا طبعا رزق تربنا وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها دي محسومة منتهية وما من دابة مش بس إنسان أي كائن يدب على الأرض أو طائر يطير بجنحيه إلا وعلى الله رزقه لكن فيه مسببات أنا عملت حاجة عشان أنت مزي على ميع وبتقبضي مبلغ ضخم وأنا فحسد حسدتك أو أنا مش عايزك تبقي في النعمة دي فبعمل لك حاجة تعطي الرزق هو ربنا كتبه من قبل الميلاد لأنه ولد الإنسان كتب عليه الرزق يعني أنت مولودة ومكتوب أنت النهاردة تقبضي كده وبكرة مش تقبضي كذا أقصى حاجة أنا أعملها كمعالج أو أقصى حاجة يعملها واحد كساحر أنه هو ينفذ إرادة ربنا اللي هو كتب عليك هو طبعا ما يعرفش إيه لكتبه ربنا بس بيتواهم أن فلانا دي جات قالت لي عطل رزقها فأنا عطلت رزقها هو بيعمل اللي ربنا كتبه بيعطل فعله رزق بس هو ربنا كاتب أني أنت ليك رزق من يوم مثلا واحد اللي يوم عشر وشرح مثلا طبعا حاشر اللي إحنا ما تدخناش في عين مالله ما نعرفش الغيب بس باتكلم علي أني مساببات لإني وما مندبت في أرض إلا الله رزقه وولد الإنسان وكتب عليه الرزق يعني أنا تولدته رزق مكتوب بس بيحصل تعطيل حد جي حاسدني في نعمتي فأعمل لي حاجة بوقف الحال زي الأستاذ قريب حضرتك اللي كان عنده معرض سيارات وأنا ممكن نوريك الرسالة عن ضايل الحمد لله عمدت زي عنده مرة سيارات بقولك أنا ما ببيعش ولا عجلة باللغة ولا عجلة بقى لي أخام الشهور والمعرض اللي جانب مني شغالة كويس لما روحت لقيت عنده سحر وتقوله في سحر في الحتة الفرنية نعمل كذا 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 والحمد لله بفضل ربنا دنيته بقى تزال فل ده حاجة على يد حضركم انت شفتها بنفسك يعني ففي حاجات بتبقى بفعل فعل وفي حاجات سوق بيبتعبان يعني برضو مش هرمي كل حاجة للسحر يعني مثلا أنا بعمل سوبر ماركت سوبر ماركت ده لو أنا ببيع بأسعار معتدلة زي زي السوق والبضاعة بتاعتي كويسة والعمال اللي عندي كويسين من المفترض ان انا ببيع كويس طب طب احنا دلوقتي تمام هو يعني في نهاية حلقتنا عاوزين نقول ازاي انا اجي نفسي من الحاجات دي كلها يعني اجي نفسي مثلا من الله حسد من السحر من الحاجات دي اول حاجة الصدقة صدقة في السر تطفئ غضب الرب اول حاجة الصدقة صدقة بني التحصين الله من نخرج هذا المال تقربة لواجهك وبني التحصيني من الأزا واسكار الصباح والمساء انا الصبح بحصن نفسي وبالليل زي بنا قلت لك في الاول بحصن نفسي وانا دايما نبقى لساني عليه ذكر الله ودايما اسعز بالشيطان اول مبدأ حياتي اول مبدأ يومي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيت الكرسي والمعوذتين وبالليل نفسي القصة عمر ما فيه شيطاني من السيني ويصقتي بالله فيه مقولة جميلة جدا يقيني بالله يقيني يقيني بالله يقيني طول ما انا عندي يقين بالله الله خيرا حفظنا وارحمة رحمة رحمة طول ما انا قريب من ربنا طول ما انا بقضي فرض ربنا هو الله خير نحوذنا و أرحمة رحمة تمام سمعنا برضو أن حضرتك خبير أعشاب تمام وبتعمل الأعشاب تمام فإحنا دلوقتي مثلا معنا دقتين في الحلقة فعايزين حضرتك تقول لنا إيه الأعشاب اللي حضرتك عملتها وفعلا جابت نتيجة يعني سمعنا مثلا عن علاج للسكر أي فإننا عامل علاج هو مش أنا اللي عامله أنا وكيل لي ده علاج من شركة سيوس فارم أو سيوس بيتا الباحثين في سويسرا وفي ألمانيا جروب عمل أطباء توصلوا أن البنكرياس ما يموتش البنكرياس فيه خليط اسمها خليط بيتا بيطيعتل عن العمل ففيه خلايا أخرى موازية لها ربنا عملها كإحتياطي للخليط بيتا دي بس ما عندهاش محفز ما بتشتغلش ما خليتش أمر للشغل فالعلاج ده بيحفز الخلايا اللي هي متوقفة على العمل تعيد إنتاج الأنسولين فبترجع تنشط خليط بيتا تمتص الأنسولين وتخزنه في الخلية دي ولما تمتلق يحصل لها فوضان تفيض عن حدها فترجع تفرز الأنسولين طبيعي العلاج ده عبارة عن كرس علبتين اللي تاخدوهم مع بعض العلبة بتكفي 15 يوم في حد يقول لي طيب ده غالي يقول لا أبدا ده أنا عامله بسعر رمزي جدا يعني حضرك أنت بتجيبه الأنسولين أو أي نوع من أدوية بمبلغ وقدره كل شهر ميزانية على طول لا أنا عاملك علاج بتخديم مرة واحدة بس علبتين علاج 8 العلبة الواحدة 400 جنيه فالعلبة الواحدة 8400 العلبتين 8800 بتدفعي 400 زائد مصاريف الشاحن طبعا 60 جنيه أي مكان بتدفعيهم وبتغذي القرصين قبل فطار بربع ساعة وقبل عشر بربع ساعة مع الاستمرار في العلاجة لدكتور كاتبهوليك أي نوع علاجي دكتور كاتبهوليك بتمشي عليه طب العلاجة بتاع بيعمل ايه بيمتص الأنسولين اللي انت واخده من العلاج بتاعك وبيخزنه في الخلية فترجع الخلية تنتجه تاني فأصبح انتاج محلي لا لا بيقطع سكر تماما انا ممكن لو تسمح المخرجة وريهم على على الكاميرا عندي الناس اللي بتاع بعتالي شكر على الوطس وعلى الحياة بسم الله ما شاء الله النتيجة مذهلة بيقضي تماما على السكر وهنا سعر رمزي نمدفع 460 جنيه وتعالج مدى الحياة ولا مفضل كل شهر اجيب بـ 200 و300 جنيه علاج طول عمري افضل ماشي عليه شكشاكة وقبل وتحديل واختبارات هو يبقى العلاج النهائي كمان زي ما قلت لحضرك عندي العسل العسل بيقضي على مشاكل الانجاب كلها ضعف التبويض للمرأة عدم وجود حيات المنوية للرجل او قلة حيات المنوية للرجل ضعف الانتصاب سرعة القصف علاج العسل ده بيقضي تماما على مشاكل الضعف الجنسي والانجاب كلها بلا استثناء وبدون المادتين بتوعي العلاج السكر والعسل بدون اي عراج جنبية الاجانب عندي حاجة تالتة دي لسه بقى أسبوع وصلنا علاج التبويض لإراضي دي شكوى النهاردة بقت شائعة جدا نتيجة تغير المناخ ونتيجة الضغوط العصبية على الوالد والوالدة بينقلوها للبالتالي لأولادهم التبويض لإراضي تلاقي مش بس أطفال في ناس عندها كبار في السن ستينيات وخمسينات وعندهم تبويض لإراضي وبيضطروا ان يناموا بالمبرز لا انا اكتشفت علاج برضو مشانا انا برضو وكيلي العلاج ده زي المربة كده طعمه جميل جدا للأطفال والقبار مستصاق جدا معلقة على كوباية مياه دافية يشربها قبل النوم بساعتين والصبح قبل أول يعني على العالة دي كده معلقة على كوباية مياه دافية يشربها تقضي تمان برضو خلال شهر على التبويض الإراضي وبتمانها زهيد جدا من نسبة لكمية البامبرز التي بتصرف أنا العلاج بتاعي بتلتمية وخمسين جنيه بجيب لك قبوتين بتمشي عليهم بيكافوك شهر تمانهم تلتمية وخمسين جنيه ده غير ستين جنيه شحن برضو معلقة الصبح ومعلقة بالليل يبقى أنا عندي ثلاث حاجات علاج بيقضع على السكر تماما علاج التبويض الإراضي علاج العسل في منتج رابع ده اسمه زيت شعر يا صامي الشيخ أنا مسام بي اسم حتبطل اسم الشركة على فكرة المقونات دي كلها أنا بعملها بإيدي يعني مش حاجات مصنعة دي حاجات أنا بيجيلي مواد الخام وأنا بعملها بإيدي فمأمونة جدا مفهاش أي أثار جانبية مفهاش أي أضرار عند زيت الشعر ده زيت الشعر برضو بثمن زهيد جدا بـ 250 جنيه حقه يقضي على جميع مشاكل الشعر سقوط الشعر تلف الشعر يعني في ناس من كتر السبغات عندها تلف شعره بيمنع القصة دي في ناس من كتر الكوي والفرد وحصل تجعيد وحصل تلبت في الشعر أو البروتين والحاجات تشوف أحدك بتجيبي كرياتين بكام أو بتروح للكوفير قم مرة أو بتصري في قد إعلى شعري أنا عندي عبوة بتكفي تلات شهور تمشي عليها تلات شهور العبوة الواحدة بتكفيك تلات شهور حمام زيت بتعمليه مرة حمام زيت ومرة تدهين الزيت طبيعي كده تخسير شعرك بمياه سخنة الأول وبعدين تنشفيه وتدهين الزيت ده يمنع تساقط الشعر يمنع أن أسف أمراض الشعر اللي هو السعلبة والسيبان والحشرات الشعر والكلام ده بيأخذ عليها تماما بيقوي فتلة الشعر جدا ده مكوناته ججوبة وزيت خروع وزيت جرجير وزيت لوز مور وزيت جوز الهند وزيت زكون كلها أعشاب طبيعية ومفيدة جدا جدا وفيها ميزة أنا جميع منتجاتي الأربعة اللي أنا بتكلم عليها النهاردة ضمان استرجاع حقك لو ما جبتش نتيجة يعني إلا حداتك من ديك علاج السكر وحداتك ما خفتش تحتفظ بالفاتورة اللي عليها شركة الرحمة مكتوب عليها ضمان لمدة عام حضرتك خدت المنتج بتاعك النهاردة بقرة بعد وما جبش نتيجة معاك بتقول له سمحت انت مديني ضمان ان كلامك ده لازم يتحقق يما أشفى تماما أو ترجعلي فلوسي حتى فلوس الشحن ما رجع حالك يعني أنا خدت منك الشحن مقابل ووصل لك الخدمة دي حتى حضرتك لو انت ما جبتش معاك نتيجة وفضل ربنا أنا ببيع المنتج دي بقى لي أربع شهور تمام هو نشكر حضرتك جدا يا أستاذ عصام النهاردة تمام شرفتنا واستفادت من حضرتك ده شرف لي وأنا سعيد ان كنت معاك النهاردة وتماني شوفي حلقات جاية كتير وبنشكر أعزائي المشاهدين تمام على الحلقة دي وبنشكر أستاذ عصام جدا ويريد كلنا اللي هو الكلام اللي قاله في التحصين يريد نستفيد به قبل ما نهن تنظروا الحلقة بتاعت يوم الثلاثة اللي جاي هحكي عن كل علاج من ده بشكل مفصل يوم الثلاثة اللي جاي كل ثلاثة إن شاء الله ساعة ثلاثة ونص برنامج خير الكلام مع الشيخ عصام والأستاذ دينا هحكي بالتفصيل عن كل منتج من المنتجات الأربع لنقلته انتظاركم الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك